هنا بقى بيجي سؤال مهم جدا علشان تدخل جوه الوظيفة من الوظيف دي محتاج ايه لكن ده محتاج حاجات كدير جدا جدا اولها محتاج يكون عندك سكيلتز زي ايه قال لي the health information technology field requires specific skills زي اول حاجة analytical skills they should be able to analyze and understand patient health records and diagnosis لازم تبقى انت فاهم الpatient record دوا فاهم المحتويات بتاعته وفاهم التشخصات اللي موجودة بتاعت المرض عشان تقدر تعمل analysis تحليل تحليل ايه تحليل ال data والinformation اللي موجودة عندك عشان تقدر تطلع منها knowledge اللي احنا اتكلمنا عنها في اول محاضرة وانتوا اكيد تفاكرين الفرق ما بين data وinformation وknowledge and be able to figure out how to translate that into medical codes وفي الاخر انت عاوز تطلع حاجة اسمها medical codes اللي كلمنا عنها في الاصلاد القبل اللي فاتت اللي المفروض ان الاناليست دوا هو ده اللي بيستخدمها وبيطلحها تاني حاجة او تاني سكيل لازم تكون عندك حاجة اسمها attention to detail technician should be able to maintain accuracy while inputting and coding patient information health information technician work with very sensitive information بيتعاملوا مع معلومات دقيقة جدا and should be able to keep the greatest confidentiality ولازم يحافظ على سرية وخصوصية المعلومات ديا الخاصة بالمريض فلازم انت تقدر ان انت تتعامل بضقة شديدة جدا لان ان انت بتشتغل مع تفاصيل بسيطة التفاصيل بسيطة دي بتفرق بشكل كبير تكملة طبعا السكيلز اللي مفروض تكون موجودة حاجة اسمها interpersonal skills ودي السكيلز اللي مفروض تكون موجودة بصراحة يعني اي ناس بتقدم دعم فني او اي ناس بتقابل الجمهور لازم يكون عنده interpersonal communication كده وcommunication skills كويسة لازم يكون عنده حاجة اسمها technical skills technical skills بعديا يعني حاجات فنية حاجات خاصة بالprofession بالوظيفة يعني ايه يعني انه يقدر يدخل data يقدر يعمل coding للسوفتوير يقدر يعمل electronic record system يقدر يعمل classification للسوفتوير تفاهمني؟ ثالث واحد هو customer service skills لازم يتعلم ازاي ويبقى عنده المهارة بتاعت ان ازاي يقابل العميل يقابل الpatient يقابل ال relative وكمان ازاي يخدمه او ازاي نوع يساعده حتى لو كان الكاستمر ده مش هو المريض او العميل او ماله ومين ممكن يكون healthcare providers ازاي يعني healthcare providers ممكن يكون عنده مشكلة في السيستم السيستم واقع فالتب تتصل به زي واحد مثلا النت عنده واقع في البيت فبيتصل بالشبكة لازم انت تقدر ان يبقى عندك صبر تتحمل الكاستمر دوا عشان تقدر ان انت تحلله الازمة اللي بتاعته وتوفر له الساببورد فلازم يبقى عنده بروفايدنج بوزتف كاستمر سيرفيز اند ساببورد لازم كمان يبقى عنده قبل ما يتكلم لازم يسمع عشان هو لازم قبل ما يعمل فكسنج للبروبلم لازم يسمع ايه اصلا المشكلة عشان يقدر يفهمها او يحاول ان هو يحالها لازم يكون عنده لازم يكون عنده لازم يكون عنده في معالجة المشاكل وحل المشاكل دي يكون عنده كرياتيفيتي يعني ابداع عنده حلول سهلة وبسيطة والناس تقدر توصل يقدر يوصل الناس بسهولة ما يكونش كومبليكس كومبليكس يعني معاقد ومكالكع لا عشان كده اصلا الشغل في التكنولوجيا بتكون اصلا زى انصرته يعني الاجابات اللي بتبقى خاصة بمسائل تخص التكنولوجيا بتكون صعبة العمل ان لازم الراجل ده يحاول يبسط الموضوع ويحاول ان هو يوصل المعلومة او الدعم اللي هيعمله للهيلس كير بروفايدرز بشكل فيه كرياتيفتي بشكل فيه ابداع وبشكل يكون سيمبل بعد كده لازم يكون عنده جود كوميونيكيشن لانه بيتواصل مع ناس كتير جدا لازم بجانب ان يكون عنده تكنيكال سكيلز لازم يكون عنده سكيلز عالية جدا قبلتو تورايت ويل لازم يكون عنده كدره النوع يكتب كويس لان طبعا هو هيتعامل مع ايميلات هيرد على ناس فلازم ان هو هيرده بشكل كتابي يعني على ناس هيكتب تقرير يكتب تقرير عن مشكلة حصارة لازم لازم يكون عنده الكدره النوع يصيغي البروبلم بشكل صحيح ويحط الحلول اللي هو عملها تجاه هذه البروبلم يبقى اول حاجة انها في الريكوايرمنت هي السكيلز وانها سكيلز كتيرة جدا جدا طب تاني حاجة تاني حاجة اسمها اليدوكيشن لازم يكون عم يتعلم بشكل معين لازم يكون عارف لازم يكون عارف مصطلحات طبية كتير في المكان دوان عشان يقدر يشتغل فيه ويقدر يعمل تكويد للداتا يقدر يعرف دي مربوطة باي لو حاب يعمل او كاتيجورايزنج يعني يصنف ويعمل للحاجة فيبقى عارف دي هتتصنف مع دي ودي هتخش مع دي عارف بعض الحاجات عن الانات الموفيسيولوجي عارف يعني ايه عارف ازاي يكويد الهلس كير داتا بتاعت النظمة الالكترونية دي عارف يعني ايه عارف يعني ايه عارف يعني ايه اليدوكيشن ركويرمنت دي طبعا هي متنوعة ما بين كل الوظائف اللي احنا حكينا عنها في السلايدي ممكن في بعض الناس بتحتاج ان هو يبقى اخد دي جري معينة اللي هي بوست سكندري يعني بعد السنوية وفيه ناس بتاخد وفيه ناس بتاخد باشلور دي جري اللي هي باشلور دي جري اللي هي البكالوريوس والشوشت اللي هي زي الدبلوم او التعليم الفني يعني في بعض الناس بقى ما بيكونش معاهم اي دي جري وبيشتغل زي الناس بتاعد بنشوف ان الناس مبرمجين يعني هو بروجرامر ولكن هو مش اخد اي شهادة في الكمبيوتر ولا في البرمجة ولا كده هو تعلم الحاجة نان دي جري يعني مش معاها درجة علمية بيها هو معا كلية ممكن يكون معا كلية تجارة كلية تربية رضية اي كلية بس تعلم البرمجة وبقى خلاص بقى بروجرامر انا شفت ناس عندها 15 سنة يعني لسه في السنوية العامة وهو بروجرامر وبيقبض مرتبط عليها جدا زي مبالوية ممكن كمان عشان يوصل لحاجة اسمها هايلي تيكنيكال بوستيشن لبوستيشن اعلى من البوستيشن اللي احنا اتكلمنا عنها زي مدير مثلا الشخص اللي هيوظف الناس دول في المؤسسة دي او في المستشفى دي بيحتاج درجة اعلى من الباشلور ديجري بيحتاج درجة اعلى من الباكالوريوس درجة اعلى الباكالوريوس يعني زي الماجستير والدكتوراه ودبلومات بقى الكبيرة يعني بتكون فين؟ بتكون في حاجة اسمها الانفورموشن ساينس او الكمبيوتر ساينس اخر جملة دي مهمة جدا لان هي ممكن تيجي في الصحة واللهات اديوكيشن اسنت زي اونلي سينجي يو نيد تو بي كوالفايت كانديدات يعني مش الاديوكيشن بس اللي هيخليك كوالفايت لازم يكون معاك بقى بعض الشهادات اللي احنا نتكلم عنها في اللي سلايد الجاية وهو ده الريكواير التالت طيب الريكواير الاول كان اللي سكيل وان اللي سكيلز كتير جدا 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 منها الكممينيكيشن منها البربيم سولفنج منها الابلتي توليرن حاجات كتير تاني حاجة الاردوكيشن وعارفنا ان هو لازم يكون معاك اما بوسط سكندري ديجري اما السوش ديجري اما باشلور ديجري وفي بعض الفول هايلي تيكنيكا البشدشن وركز على الجملة دي لان دي موضع سؤال في الامتحان لازم بيحتاج مور زان باشلور ديجري بيحتاج حاجة اعلى من الباشلور ديجري في سبسيف كاريا خاصة لو كانت في الانفورميشن ساينس او الكمبيوتر ساينس اخر الجملة بقى ان مش شرط الاردوكيشن بس هو اللي يوظفك لأ انت لازم يكون معاك سيرتيفيكت ديا يعني اشي هادة يعني مش لازم بس ان انت تكون اخذ الموضوع كتعاليم بالخبرة كده لأ هنا بقى هي السيرتيفيكيشن اللي احنا كنا منتكلم عنها في الاسلاي دي الفاتح بيبول ووركينج انهيل سيكير تكنولوجي سيستيم مينيت سيرتيفيكيشن دبيندينج انزا امبليير يعني على حسب الامبليير اللي هو الموظف او اللي الشخص اللي هيكون بالتوصيف يعني ده محتاج ايه those looking to become computer supporters should check with potential employer to see what they require اكتر شهادة موجودة ودي ان المطلوبة حاجة اسمها health information technology certification الشهادة ديا موجودة في امريكا وانا كيبتها بالنص كده دي اللي بيخرج منها بيكون registered health information technician بيكون فني معتمد في الهيلس انفورميشن تكنولوجي ده بيكون اخده بعد ما عمل الاكزام دوا مصطلح كبير جدا بنتعرض له هو medical practice management as an implies helps you manage different administrative and clinical aspects of your practice ده هيساعدك بشكل كبير جدا ده المفروض انه هو تخصص كبير والتخصص ده هيساعدك ان انت تقدر التعالج وتدير administrative and clinical aspects بتاعت الpractice بتاعتك ده بيشتغل على software centralized various system بيشتغل على software وعلى system so you can run things more efficiently it automates almost every task يعني بيحاول يخلي كل tasks كلها automatic تتمي بشكل automatic that fits under health information management اللي هو بيخش تحت health information management from organizing appointments to providing insurance although there may be some features that involve patient information medical practice management is keyed much more towards health care facility clerical work يعني بتهتم بالclerical work such as managing patient flows يعني بتهتم بالتعداد بتاع patients اللي بيخشوا المستشفى and other general documentation for the office وبيتعتم بكل ما يخص التسجيل والdocumentation او التوصيق اللي موجود في المكاتب بتاعت المستشفى وبصراحة نقدر نقول ان الشريحة اللي فاتت الديان مش مهمة قوي لكن المهم انك تعرف الجزء ده advantage of health information system هل الى health information system ليها advantage وانا عاوزك تقف هنا دقيقة وتبدأ ان انت تحاول تفكر هلية لها فعلا advantage ولا ملهاش لو ليها طب ايا ايه وهلية advantage بتاعتها أكتر ولا dis advantage طب نحن نشوف الاول الادفانتج بتاعتها. اللي اول حاجة في الادفانتج بتاعتها انها تعمل data analytics. طبعا كل المعلومات اللي انت بتاخدها من المريض او المعلومات اللي انت هتبدأ تسجيلها ديلي. ديلي يعني بشكل يومي من المريض. سواء كل المعلومات دي تخص حاجة اسمها vital signs. سواء تخص ال diagnosis. سواء تخص ال investigations اللي عملها. كل الحاجات دي لازم يتعمل لها analysis. analysis يعني يتعمل لها تحليل. عشان نقدر نعرف منها knowledge. نقدر نعرف knowledge. عن ايه. نقدر نعرف منها knowledge عن ال diagnoz بتاع ال patient. نقدر نعرف منها هنعمل له referral ازاي. نقدر نعرف منها ايه هي الادوية اللي هياخدها. نقدر نعرف منها لو احنا محتاجين لسه investigations جديدة. نقدر نعرف منها لو احنا محتاجين ان احنا نعمل له referral. referral يعني تحويل. او نستدعي دكتور اكبر يقدر يبص عليها او في تخصص تاني مثلا. ممكن يكون احنا محتاجين خبرته. فطبعا اول ميزة انها بتعمل لي data analysis. و data analysis دي برضو مش شرط تكون موجودة قدامي او patient موجود قدامي. لا. ممكن ده يكون patient بعيد عني زي ما خدنا في المحاضرة اللي فاتت. اللي هو remote population. الناس اللي بقعاد عني دول ممكن ان انا يحطوا لي data على system او على application واقدر ان انا system ده يامل لها analysis ويقدر ان هو يوضح لهم. ازاي يقدر ان هما يتعاملوا مع الكيس اللي عنده. طبعا ده بتساعد جدا في كمان في ايه في improving patient care والquality بتايته. تاني advantage بتوفرها لي هي حاجة اسمها collaborative care. collaborative care لان بيحصل تعاون ما بين health care providers وبعضهم. لان ال health system دوا او information system ده هيقدر يوصل الدكتور المعمل بالدكتور البشري الطبيب اللي هو بيعالج الحالة. بيبتاع الاكس راي بيبتاع الجراحة اللي هيعرض عليه الشغل. كل ده هتبقى في دايرة مغلقة في ثواني. ال data تتنقلت لبعضها بدل ما ال patient يعد يتنقل بالتحاليل والاشعاد ويروح من بتاع البطنة لبتاع الجراحة لبتاع مشاكل. لا. على طول الحاجة بتمشي في cycle. cycle دي بتساعدني ان يحصل اكسس للinformation بشكل سريع ومتزاق. cost control. cost control ايه? cost control يعني هتقدر انها تتحكم في التكلفة. هتقدر انها تعمل saving جمال للcosts. ده ما يمنعش بصراحة ان انت في اول التجهيزات او الاعدادات ان انت تعمل system طبعا هيبقى فيه تكلفة هتتفحها. بس الموضوع دولا هيعود عليك بانك هتقلل costs. هتقلل costs عن طريق حاجات كتير جدا يكفي انك تعرف ان انت ممكن بالpatient safety بس. وانك تمنع errors او medical errors او medication errors اللي ممكن تحصل في المستشفى هتقلل costs رهيبة جدا جدا سواء على المستشفى او على المريض. population health management health information system can aggregate patient data تقدر انها تساهم في انها تطور patient data analyze it and identify trends to population. the technology also works in reverse. clinical decision support system can use big data to help diagnose individual patients and treat them. طبعا هتساهم جدا في تطوير ونمو population. خاصة في تطوير الجانب الصحي بتاعه. هتساهم في انها تعمل وده حاجة احنا قلناها من شوية انها تعمل تجمع data اكبر قدر من data عن population دول. زي ما كنا بنعمل screening كده في مصر حملات زي بتاعة breast cancer للسيدات. ااسف فحصة breast للسيدات. حملات زي الهيباطايتس بتاعة فيروس C. دي بتساهم انها تعمل تجمع اكبر قدر واكبر data من المعلومات عن المرضى او عن الناس في مصر مثلا. وبعد كده تبدأ تعمل analysis لها. تقدر تطلع لي من الاخر احصائية في الاخر. بعد مثلا ستة شهور ما عاملوا مثلا البرنامج دوا يقدر انهم ما يقولوا اه ده طلع نسبة مثلا عشرة في المية في الشعب المصري عندهم فيروس C. طب ونعمل ايه؟ يبدأوا يوجهوا البرامج بتاعتهم بتاعت الهيلس اوديكيشن البرامج الطبية treatment programs للناس دي عشان تبقى تبقى موجهة بشكل سريم للناس دي. مش هيروح يعمل بقى برامج تانية ملاج داعي دلوقتي. ويقدر من خلالها يحدد الpriority اللي هيشتغل عليها. وبالتالي البيبيوليشن هيلس كلها هتتطور وهتزيد وهتتحسن. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر